السلام البنات نتمنى تكونوا كلكم بخير وبأحوال جيدة إن شاء الله ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال اليوم سوف نحضر معكم جوجة الحلوات بدون فرن يعني حلوية بدون فرن سارحة تعطينا كمية كثيرة و تأتي لديدة وبنينة بمكونات بسيطة و الأهم منها تشي أنها سريعة تحضير كنحضرها على البنات في الدقيقة 90 يعني كتوجد بسهولة و كندير معكم جوج ديال شكيلات بماضاقات مختلفة و كتجي الصراحة في المنظر ديالها راقي و رائعة و حتى الماضاق كما كتلكم كتجي بنينة و لديدة فما تبخلوش عليها بلايكات ديالكم و تعاليق ديالكم و المحفزة و تبارتاجوا الفيديو مع الأهل و الأصدقاء نخليكم دابا باش تشوفوا المقادر و الطريقة ديال التحضير و فرجة ممتعة و أول حاجة إن شاء الله سنبدأ معكم هنحضر معكم الشكل الأول نحتاج هنا 400 قرام ديال بيسكوي اللي مطحون طحنته و نحاول نخلي واحد شوية البنات مهرمش باش كتجيني في ديال قرماشة هنا تقدروا تستعملوا أي بيسكوي متواجد عندكم أنا استعملت هنا علبة فيها 400 قرام علبة كاملة هنا عندي كذلك 400 قرام ديال كوكا و محمر و مطحون بالقشرة دياله و البنات أنا كنت طحنه بالقشرة دياله و نخليه حتى هو مهرمش كما كتشاعدوا معي باش كما كتلكم كتجيني الحلوة ديالي تكون فيها واحد القرماشة فهنايا غادي ناخد هنا عندي الكراميل و مشاركه معاكم في القناة تحضر دياله و غير في المنزل إلا ما بتوش تصايبوا فشري و جاهز يعني من المحلة التجارية عندي هنا تقريبا واحد نص زلافة ديال كراميل غادي نحتاج كذلك هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة هاد الزبدة هدي كتطر إلينا هاد الحشوة هدي او هاد الخالط هذا و يعني وخاكي بقى معنا مدة طويلة تبقى فيه واحد الرطوبة في الحلوة ديالنا معلقة كبيرة ديال الزبدة غادي نضيف كذلك معلقة كبيرة ديال الشوكولات ديال الدهن هنا غادي نضيف غير معلقة وحدة و غادي نخلط الخالط ديالي حتى نشوف إذا كان مازال خاص نزيد الشوكولات فغا نزيده هنا رانسي تلبناس غادي نضيف جوج مع القبار ديال كاكاو باش كيعطيني واحد للنون بحل ديال الشوكولاتة ثاني كما كتش هادوا معي هنا شوية ناشفة فكما قلت لكم ما ازيدوا الشوكولاتة من أولotte simplemente تجربة خالط و لا تحكم فيه فبقوا تزيدوا الشوكولاتة بشوية حتى يجمع لكم هذا الخالط فأنا اضفت جوج مع الكبارة ديال الدهن و أعاود ضفت جوج مع الكبار ديال كاكاو الحلو ونخلط الخالط بحالها كنحاول بس بسو مزيان يعني ذيك البيسكوي أو القيطة مع الكاكاو حتى يبدأ يجمع معي بحال هكا البناس كما تشاهدوا معي يعني من كيوصل هاد المرحلة هادي كنولي و هكا نديرو على شكل كويرات سافيرة كيت جمع معنا كما كتشاهدوا معي هنا أنا بالنسبة لكويرات فكل كويرات تلت فيها 20 جرام يعني عبرتهم القيص فيهم 20 جرام في كل وحدة انتم معينكم ميزانكم يعني صراحة هاد الحجم هذا اللي فيه 20 جرام كتجي الحجم متوسط يعني الحبة ما كتكونش كبيرة و ما كتكونش صغيرة يعني كتجي هي هاديك فانا غادي نقام السمرة بنفس طريقة هكا نحاول نزو حد الكمية و نحاول نضغط عليها باليدين ديالي هكا حتى نعطيها الشكل ديال الكويرات بهذا الشكل هذا حتى نكملهم كاملين و غنت لقوا دابة باش نكملوا التحضير فهنا من بعد ما قدرت الكويرات ديالي كاملين فتبارك الله عطاتني اميات حباء البنات كما قلت لكم الحجم متوسط يعني فيها 20 جرام فهنا جبت شوكولاتة السوداء و غدا نبدأ نوضع الكويرات ديالي في الشوكولاتة السوداء و كنحاول البنات انفوة كنحطهم فوق الورق ديال الفرن كنكحزهم يعني بجدك الفائد ديال الشوكولاتة ما كيلسقش ملتحت و كتجينا يعني عضو الكويرات ديال الفرن ول لما يستحق تحاصيل فاعدا ولا مثل كابعة فورق ديال الفرن ول�� الشي بلاستيكوطين ولا شي بلاستيكوطني نضعهم في الكويغطات يجبون الشكل لهم يجبون رائعين انا درتهم البنات في الشوكولاتة السوداء تقدروا شوكولاتة القالا تقدروا البنات في الشوكولاتة البيضاء كما تشاهدوا معي ذلك الفائد الشوكولاتة نحيده بسهولة بالموس و نصخنه البنات نقام السمرة بالنفس طريقة البنات نكمل كمية كاملة فهنا نحاول ندير الشكل الأول خليتها كسام والشكل الثاني نحاول نزيد الخطوط شوكولاتة الصوداء من الفوق فقط خطوط تزين يبقى الاختيار تقدروا تخليها كعادي يعني تغطسهم غير في الشوكولاتة تقدروا تزينهم من الفوق بذلك الخطوط سوف نقام السمرة نكمل كمية كاملة نقام السمرة بطبيعة الحال 400 جرام بيسكوي مطحون 400 جرام كوكولات جودة نضيف 80 جرام شوكولاتة البيضاء ديبة التي تقدروا تعودها بالعسل والحليب المركز المحلة نقام السمرة سوف نخلط كذلك المكونات مع بعض مزيان كذلك نقام السمرة بطبيعة نقام السمرة بطبيعة ونقام السمرة لنقام السمرة نقام السمرة بطبيعة نقام السمرة بطبيعة نقام السمرة بطبيعة نقام السمرة نقام السمرة نقام السمرة تحضر ماء ونقام السمرة لا تحضر من المفترض من المفترض من المفترض من المعنش من المفترض ممترض من المفترض يجب ايضاً سوف نضغط على هذا الشكل سوف نضغط على هذا الشكل سوف نضغط على القطع سوف نرى الأشكال بشكل نهائي وهذا الشكل نهائي حلوة الزين شوكولة السوداء بيسكوي رائعة في المنظر كما تحضر معي كما تحضر معي هذا الشكل ثاني لعشاق الكوك صراحة نحن كي حمقني الكوك كتجي صراحة لديدة ومع الشوكولاتة البيضاء كي تحضر معها بزف و كما قلت لكم طريقة ديالها سهلة و بسيطة و تعطينا كمية كثيرة هذا البنات الشكل اللي زينناها كم الفوق بخطوط ديال الشوكولاتة وهذا الشكل كذلك اللي خليناها عادي يحتاج حاجة هذا القطع الكوكو بشكل عشوائي رائع رائع و كذلك البنات اللي وجدت معاكم بالكوك والبيسكوي والشوكولاتة البيضاء رائع فبالنسبة لهذا الشكل لما تقدرهم هكا مربعين فتقدروا تديرهم على شكل كويرات كما درنا الشكل الأول أنا أصيبت وحده بشكل كيف تجي في الشكل حتى هي كتجي في المنظر ديالها رائع و كتجيها كزوينة و حلوة و تديرهم حتى هما في الكوهي تقدروا هكا يعني كيبقى الاختيار راجع لكم راحت هما كيجوا رائعين في المنظر و كيجي يعني بشكل ديالهم فهنا بطبيعة الحال ضروري غادي نقسم معاكم بشكل ديالهم كيفاش كيجي من داخل البنات راكا دي واحد تقرميشة من بره ديال الشوكولاتة و من داخل ديك تعليكة ديال بيسكوي مع الكوكو و في واحد تقرميشة ديال الكوكو والقيطة شوفوا تبارك الله كيجي ورائعين البنات غير صبتقوني كنتمنى تجربوهم انا متأكدة غادي ينالوا الإعجاب ديال كوم و كذلك الوليدات هكا نفرحوهم في العيد و كتجي الصراحة حتى الشكل ديال هزوين و كتجي شوفوا تبارك الله كتجي رطبا و كتجي شيش و كتجي كتفرتت و محلواش بزاف يعني ما اقترناش فيها البنات الحلوه بزاف كذلك غادي نقسم معاكم هادي اللي درنا بلكوك انا كنقولها لكم عشاق الكوك هادي غادي تحمقوا عليها كتجي رائعة كتجي بنينة كتجي لديدة و كذلك التوتى مع ذلك الشوكولاتة البيضاء كتعطيها واحد لده خطيرة و رائعة و احتى هي البنات كتجي رطبا و كيما قلت لكم ذلك المعلقة ذلك الزبدة ركت تخليها كتبقى معنا مدة طويلة و هي رطبا ما تقصح معنا محتش حاجة و كتعطينا كذلك كمية كثيرة فانا الكمية بجوج عطتني 195 حبة يعني الكمية اللي فيها الشوكولاتة السوداء أعطتني 100 حبة و هادي اللي فيها الشوكولاتة البيضاء أعطتني 95 حبة يعني تبارك الله كتعطينا كمية كبيرة و كما اشتوا طريقة ديالها سهلة المكونات بساطين و ضغية كتوجد معنا يعني ما فيها اشتمر بزاف وصلنا لنهاية ديالفيديو كنتمنى من كل قلبي الفيديو دياليوما يكون الإعجاب ديالكم ما تنسونيش ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم والتعليق ديالكم المحفزة وتبارتاجي الفيديو مع الأهل والأصدقاء أنا كنضرب لكم موعد إن شاء الله في الفيديو الجاي وبسلام عليكم موسيقى